اشتركوا في القناة وهي جيدة وتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 9.26 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران ومنزلة الدبران هاي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور فتأثيره رح يكون على جميع الأبراج بهاي الفترة أنه منشعر أنها بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود الخمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ماء وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عندنا زاويتين ولكن يبل ما أحكي عن الزاويتين هذول عندي ملاحظة احنا كثير حكينا في الحلقات الماضية أنه الزوايا الفلكية هاي إذا كانت ما بين القمر وما بين أي كوكب ثاني فهي مدتها تعتبر بالدرجة 14 درجة يعني بدو يمشي القمر 14 درجة من أصل 30 درجة وهاي الزاوية موجودة وإلها تأثيراتها الآن لما نذكر احنا موعد الزاوية هاي بيكون أوجها يعني منتصف الأربعطاش يعني سبعة قبل وسبعة بعد فهي بمنتصفها فعشان هيك السبعة درجات هذول باخذين مدى طويل من اليوم بصل تقريبا ما بعد الزاوية لها ثمان ساعات وما قبلها تقريبا ثمان ساعات فعشان هيك احنا بنقول إنها بتغطي اليوم كله يعني بتبدأ تأثيراتها من مجرد ما إنا احنا حكينا عن هذه الزاوية بيبلش تأثيرها على كل الأبراج الآن الكواكب البطيئة اللي زي ما يكون عطارد أو الزهرة وهي هي قطأ شوي من القمر فعشان هيك برضو نفس الشيء 14 درجة ومنها تستمر خمس أيام سبع أيام على حسب الحركة وعلى حسب سرعة الكوكب الآن الكواتب الكبيرة اللي زي مثلا زحل وأورانوس في زاوية إلها متشكلة تقريبا بحدود ثلاث شهور ولسه مستمر تقريبا كمان ثلاث شهور قادم فعشان هيك الزوايا اللي إحنا بنذكرها يوميا لما نحكي القمر اعرف إنها تأثيرها طول اليوم لا تحسب دول ساعتين وثلاثة وأربعة احتياطا أن تخذها طول اليوم ما قبلها وما بعدها لأن تأثيرها بيكون مدى طويل بالنسبة للزوايا اللي راح نذكرها وهي تأثيرها على جميع الأبراج يعني ما في برج معين نقول إنها مستثنى منه وكل الأوقات اللي إحنا بنذكرها هي بتوقيت جرينج اللي هو التوقيت العالمي بالنسبة للزاوية الأولى هي زاوية اقتران سلبي راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون الساعة التسعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني ويفضل في هاي الفترة أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الثانية وهي الأخيرة هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة الستة وثلاث عشر دقيقة مساءا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبيزيد من شجاعتك وحمستنا في هاي الفترة وفي الوقت المناسب يعني وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوة مهمة طبعا تأثيرها بساعات المساء هي بيبلش تقريبا من ساعات الظهر أعطي تأثيراتها فتقدروا تقولوا من ساعات الظهر لغاية ساعات نهاية المساء هاي الزاوية بتكون تأثيراتها واضحة بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور فأخلوه المسار القادم راح يكون يوم الأحد 29 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 22 و 58 دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة 4 و 41 دقيقة بعد العصر لينتقل القمر لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعشرين يوم في تمام الساعة 47 دقيقة مساء بيصبح 41 و 21 يوم نسبة الإضاءة 65 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة سعيدة الآن بنسبة 15 في المية ولكن في ساعات الصباح بتصير منتحسة وبتكمل طول النهار منتحسة بنسبة 15 في المية بالنسبة للقمر في الثورة حتى يوم 29 ثمانية منتحس الآن هو بنسبة 25 في المية ولكن كل ما اقتربنا لساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 15 في المية وبيكمل معنا طيلة النهار بالنسبة العطارد في العذراء حتى يوم 38 منتحس بنسبة 50 في المية الزهرة في الميزان حتى يوم 10 تسعة سعيد بنسبة 45 في المية المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة سعيد بنسبة 15 في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40 في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10 في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1 اتناش منتحس بنسبة 10 في المية بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم الفترة هاي أو خلال اليوم هاد بيطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا حاول انك ما تضيع الفرص وظف طاقتك الذهنية البناءة لوضع حد التساؤلات والالتباسات حاول انك تناقش بهدوء وطبعا فرص مالية يعني بتعني ممكن ادخال تعديل أو الاهتمام ببعض الأمور المالية اللي لها علاقة بضريبة بتأمين ببنك مطالبة بقرب بتقديم لقرب يعني الفترة هاي مناسبة لكل الأمور حتى للي بدي يطالب بميراث فهاي الفترة ممتازة برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم اشي انه اليوم تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوض بتكون قوية والنتائج بتكون حاسمة يعني بمعنى آخر ما بيستطيع أحد منافسدك اليوم وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الظهر أكثر يعني مع ساعات القمر حاولوا انه اليوم تطو صفحة من الماضي لأنه اليوم رح ترتفع المعنويات عندكم بشكل واضح ورح تكون هاي الفترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوضة عالية وتعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر إذا استغليتها بشكل جيد برج الجوزة هذا يوم طبعا بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم السبب أنه حكينا أنه القمر موجود في بيت المتاعب في الثور فعشان هيك بيضغط عليكم بشكل كبير عشان هيك اليوم ممكن يسود الهدوء عندكم أو حتى يوصل الهدوء هذا لحد الملل بتراوح أعمالكم مكانها وبتخيب أعمالكم لا سبب أو لآخر أهم إشي إنك لا توقع على عقد ما تحسم أمر هاي فترة تعتبر فارغة من الطاقة والحظ أهم إشي إنك ما تراهن عليها مبتدأ من بكرة القمر رح ينتقل عندك فبتعود كل اللي فاتك برج السرطان طبعا اليوم تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم حاول إنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه لكن بدك تكثف ارتباطاتك اليوم تستغل الفرص الاجتماعية وتحاول إنك تنجز كل أعمالك يبل ما يوصل القمر لبيت متعبك للجوزاء فعندك اليوم هاد باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيرغب في إدخال تعديل على عمله برضو الفترة هاي مناسبة جدا بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع الضغوط على عدة ألصى دي طبعا لأنه يعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك بعمل على مرحلتين يا إما إيجابي جدا وممكن يشهرك ويعطيك منصب ويعطيك رفعة يا إما ممكن يشوه سمعتك ويدخلك في متاهات أنت بيغنى عنها بتشوه سمعتك لفترة فطبع فهاي الأيام احنا منعتبرها من الفترات المتوترة تنتظرك فيها مواجهة أو ارتباط مهم ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر عشان هيك بدك تحاذر العناد والمشاعر السلبية وتخلي علاقاتك بالعمل جيدة وخصوصا مع رؤساءك بالعمل برج العذراء طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخاصة مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو ممكن أمور إلها علاقة بالجامعة أو الدراسة أو الاتصالات بأنواعها ابتزداد رغبتكم اليوم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ابتطمئن خواطرك في هاي الفترة وممكن ترغب بخوض تجربة جديدة هاي فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو على ثقافة جديدة أو مجال ما طبعا برضو هاي الفترة ممتازة للي بدي يقدم لهجرة أو للسفر أو في نفس اللحظة إذا كان عنده قضية قضائية فالفترة هاي ممتازة برج الميزان طبعا الفترة هاي فيها فرصة بيجي لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن بدك تنتبه لأن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر هاي فترة مهمة وتعتبر مهمة جدا بالرعوم من بعض التوتر السائد أهم شيء أنك ما تغامر بموقعك حاذروا من النزاعات والتذمر والتمرد حاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام طبعا القمر موجود في منزلة ممتازة جدا اللي لها علاقة في الأموال وخصوصا أموال الشراكة أو أموال الشريك أو بمعنى آخر الأموال اللي بيكون معك شريك فيها برج العقرب طبعا القمر مقابلك تماما فعشان هيك يعتبر هذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم شيء أنك تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لأن طاقتكم بتكون ضعيفة في هاي الفترة وممكن برضو الضغوط تكون عليكم كثيرة حاضروا من تأزيم أي خلافات وحاول أنه يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم ما في داعي للمواجهات ولا للمشاكل ولا لفتعال المشاكل حاول تكون مرن هادي على أساس أنه يعني تكسب أكثر ما تخسر بالفترة هاي برج القوس رغم تراكم العمل أنتو عندكو قدرة على إنجاز لكثير لكثير من عمالكم ولكن الأهم أنكو تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة بتلاحقك في هاي الفترة الاتصالات وبتكثر عندك المسئوليات وخصوصا العائلية والمهنية أهم إشي أنك تنظم مقتك حاول أنك ما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل يعني حاول أنك ما تشكك بقدراتك الفترة هاي أو تشك بنفسك الفترة هاي فيها بعض الإنشغالات الصحية بتكون إلك أو لا أحد الأحبة برج الجديد طبعا القمر الآن في البيت الخامس يعتبر هذا بيت حظ كامل بالنسبة لإلكم فاليوم ترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهم إشي أنكو ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي أنتو اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي أهم إشي أنكو تتجنبوا الانتقادات وحاولوا أنكو تسعوا لتلطيف الأجواء بتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية الفترة هاي ممتازة جدا فما تضيعها من إيدك بكرة بصير فيه نوع من أنواع الضغط فاستغل اليوم لإتمام كل الأعمال المهمة برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم إشي أنك تخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء يعني تعتبر ضغطة شوي والمسؤولية بتكون كبيرة ممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بجوز الفشل الفترة هاي بتحمل بعض المصاريف المنزلية أو الأمور اللي إلها علاقة بالمنزل ممكن خبر عائلي ممكن مناسبة عائلية ممكن تصليحات ترتيبات مشتريات بيت جديد ترحيل لمسكن جديد يعني الفترة جيدة لكل الأمور هاي فما برضو حاول أنك ما تقصر الأمور العائلية برج الحوت بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبرضو اليوم ممكن يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم رح تتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف حاولوا يعني ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بتدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال والتقصير الأجواء جيدة حتى على مستوى التسويق النقاش الحوار الحركة الاهتمام بالإلكترونيات أو الاهتمام بالاتصالات كلها ممتازة لإلك حاول أنك تستغلها وتوظفها بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء